بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل قراءتنا في كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل للشيخ عبدالله بن صارح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب المعاملات يقول البعلي رحمه الله في باب الوكالة باب الوكالة قال الشارح الفوزان حفظه الله تعالى الوكالة في اللغة بفتح الواو وكسرها لغتان فصيحتان ذكرهما ابن السكيت وغيره وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل أي التفويض تقول وكلت هذا الأمر إلى فلان وكلا ووكولا إذا فوضته إليه وجعلته نائبا ووكل يوكل توكيلا ووكاله فهو وكيل وقد تطلق الوكالة ويراد بها الحفظ قال تعالى وما أنت عليهم بوكيل وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وقولنا جائز التصرف أي الحر المكلف الرشيد سواء أكان ذكرا أم أنثى وقولنا فيما تدخله النيابة أي من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين كما سيأتي إن شاء الله وهي مباحة للموكل مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان إلى الموكل وإعانته في حاجته أو ظن أنه إن تركه تولاه من لا يصلحه أو يضيعه أو يكون الموكل له حق واجب عليه ولم يجد غيره وإباحتها من محاسن الإسلام فهي من المعاملات التي يتجلى فيها التعاون بين المسلمين فإن الإنسان قد يتعذر عليه أو يشق قضاء حوائجه بنفسه فكان من التأسير أن يباح له استنابة غيره في ذلك وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وقال تعالى اجعلني على خزائن الأرض وقال تعالى وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبير مفسدين ففي الآية جواز الاستخلاف في شؤون الرعية وهو نوع من التوكيل ومن السنة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينار يشتري له شاتا فاشترى له شاتين فبع إحدهما بدينار فدعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه قال فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وقال صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الزكاة لرمضان الحديث وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة انتهى كلامه ونقله ابن عبدين وغيرهما قال البعلي رحمه الله تجوز في كل ما يناب عنه قال الشارح الفوزان حفظه الله تعالى أي تجوز الوكالة في كل أمر تجوز فيه النيابة ويملك الموكل القيام به ويمكن تقسيم الأعمال بالنسبة للجواز الوكالة فيها وعدمها إلى قسمين القسم الأول حقوق الله تعالى فمنه ما لا تدخله النيابة وهي العبادات البدنية المحضة كالوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف ونحوها فلا تصح الوكالة فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه إلا ركعتين الطواف فتصح فيها الوكالة لأنها تبع للحج والعمرة فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح وأما الصوم عن الميت كما لو نذر صوما فهو يفعل عنه أداء لما وجب عليه وليس ذلك بوكالة لأن الميت لم يستنب الولي وإنما أمره الشرع كما تقدم في الصيام ومنها ما تدخله النيابة مطلقة وهي العبادات المالية أو التي لها تعلق بالمال كالزكاة والصدقات والكفارات وغيرها فيجوز التوكيل في قبضها وتفريقها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى الأمصار لقبض الصدقات وتفريقها وحديث معاذ رضي الله عنه في بعثه إلى اليمن شاهد بذلك وتقدم ذلك في الزكاة ومنها ما تدخله النيابة بشرط العجز عن الموكل بشرط العجز من الموكل وهو فريضة الحج والعمرة لحديث الخفعمية وفيه قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال نعم وتقدم ذلك في كتاب الحج القسم الثاني حقوق الآدميين وهي قسمان الأول ما يتعلق بشخص الفاعل فهذا لا تدخله النيابة مثل الحدود والقصاص الثاني ما يتعلق بفعل الفاعل فهذا تدخله النيابة في الجملة سواء كان من العقود كالبيع والشراء والإجارة والإبراء والنكاح ونحوها أو كان من الفسوخ كالخلع والإقالة والطلاق والرجعة ونحو ذلك أما الظهار واللعان والإيلاء فلا يصح الوكالة فيها فلا تصح الوكالة فيها لأن الظهار سماه الله منكرا من القول وزورة ولا يجوز فعل ذلك ولا الاستنابة فيه أشبه بقية المعاصي واللعان شهادة ويمين تتعلق بالشاهد نفسه لكونها خبرا عما سمعه والحاصل أن الحقوق ثلاثة الأول نوع تصح الوكالة فيه مطلقة وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمين ثانيا ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقة وهو ما لا تدخل النيابة كالصلاة والاعتكاف والظهار والإيلاء ثالثا ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرته قال البعلي رحمه الله إذا كان مما يصح ذلك منهما قال الشارح فوزان الضمير يعود على الوكيل والموكل أي النائب والمنوب عنه واسم الإشارة يعود على النيابة المفهومة من الفعل المذكور أي إذا كان النائب يصح أن ينوب والمنوب عنه يصح أن ينيب غيره فالقاعدة في هذا الباب أن كل من له التصرف في شيء وكان مما تدخله النيابة فله أن يوكل فيه وله أن يتوكل ومن ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل فيه وليس له أن يتوكل ويستثنى من ذلك توكيل الأعمى بصيرا فيما يحتاج إلى رؤية في شرائه وكذلك توكيل الأخشم وهو من لا يشم غيره في شراء طيب قال البعلي رحمه الله وهي عقد جائز وتبطل بموت وفسخ وجنون وحجر لسفه قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله وهي عقد جائز أي من الطرفين لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما جائز فللوكيل أن يتخلى عن الوكالة متى شاء إلا أن يكون وكيلا بجعل قبضه مقدما فيجب عليه إتمام الوكالة وتكون عقدا لازما في حقه إلا إن تنازل الموكل عن ذلك وقوله وتبطل بموت وفسخ وجنون وحجر لسفه هذه مبطلات الوكالة فذكر منها أربعة الأول الموت فإذا مات الوكيل أو الموكل بطلة الوكالة لأنها تعتمد على الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف ولأن الموكل به انتقل بعد وفاة الموكل ولأن الموكل به انتقل بعد وفاة الموكل إلى ملك آخرين لم يأذن بتصرف الوكيل وفي حالة موت الوكيل يجب على ورثته إذا توفرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادر بإخبار الموكل والقيام بحفظ كل ما يتعلق بالوكالة حتى يتسلمها الموكل وفي حالة موت الموكل على ورثته إبلاغ الوكيل بموت موكله ليكف عن التصرف وإلا فهم المسؤولون عن كل تصرف قبل علم الوكيل بموت الموكل ثانيا وتبطل الوكالة بالفسخ أي بفسخ الموكل أو الوكيل لها وهذا مقيد بما إذا لم يكن يتضمن الفسخ ضرارا فإن تضمن ضرارا فليس لأحدهما أن يضر صاحبه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولهذا قال العلماء إذا تضمن الفسخ ضررا على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة دفعا للضرر ثالثا وتبطل الوكالة بالجنون أي جنون الوكيل أو الموكل لزوال أهلية التصرف لأن الأهلية تعتمد على العقلي وقيده الفقهاء بالجنون المطبق بكسر الباء وهو الجنون الدائم لأن قليل الجنون بمنزلة الإغماء وهي لا تبطل بالإغماء على الراجح من قولي أهل العلم لأنه بمنزلة النوم ولأنه لا تثبت عليه الولاية فلا يخرجه الإغماء عن أهلية التصرف رابعا وتبطل الوكالة بالحجر لسفه وذلك لفقدان المهجور عليه أهلية التصرف فإذا صدر قرار شرعي بالحجر على الموكل لسفهه فإن تصرفاته غير نافذة في شؤونه الخاصة فتصرفات وكيله أولى وكذا الوكيل إذا حجر عليه لسفه فإنه لما منع من التصرف فيما يختص به كان الأولى أن يمنع فيما هو نائب فيه عن الأصيل وفهم من قوله لسفه أنها لا تبطل الوكالة بالحجر لفلس الموكل فهي بحالها في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض وغير ذلك لأنه لم يخرج بالفلس عن أهلية التصرف فصحت وكالته فإن كانت الوكالة متعلقة بما حجر عليه فيه وهو عين ماله بطلت بفلسه لانقطاع تصرفه فيه ولو كان الحجر على الوكيل لم تتأثر الوكالة بذلك لكمال أهليته لأن الوكالة ليست من التصرفات المالية التي سلبت أهليته فيها قال البعلي رحمه الله وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقاة والجعالة والمسابقة والوكيل أمين قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقاة والجعالة والمسابقة أي وكذا كل عقد جائز من الطرفين فإنه يبطل بموت أحدهما أو عزله أو جنونه المطبق أو الحجر عليه لسفه ويأتي ذلك مفصلا في الأبواب المذكورة إن شاء الله تعالى وقوله والوكيل أمين أي مؤتمن والأمين من كان في يده مال غيره بريض المالك أو إذن الشارع أو بريض من له الولايه عليه ومن ذلك الوكيل فلا يضمن ما تلف بيده بلا تعد ولا تفريط لأنه نائب المالك في اليد والتصرف سواء كان بجعل أم كان متبرعا وهذا هو معنى الاعتمان فالتلف في يده كالتلف في يد المالك وهذا حكم كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالوصي والشريك والولي وناظر الوقف ونحوهم وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون وما ترتب على غير المأذون فيه فهو مضمون فإن فرط الوكيل في حفظ ما وكل فيه أو تعدى عليه بأن استعمل ما بيده كسيارة أو دابة وكله في بيعها أو لبس ثوبا وكله في بيعه أو نحو ذلك فإنه يضمن لتعديه ولا تبطل الوكالة لأنها اقتضت الأمانة والإذن فإذا زالت الأمانة بالتعدي بقي الإذن بحاله وكذا سائر الأمانة على القاعدة المتقدمة فإن اختلف الوكيل والموكل في التلف أو التعدي أو رد الموكل به فالقول قول الوكيل في نفي التفريط أو التعدي أو الهلاك أو رد الموكل به مع يمينه ولا يكلف قامة بينه إذا كان سبب التلف باطنا يصعب إقامة بين عليه كالسرقة لأن هذا هو مقتضى كونه أمين فإن كان سبب التلف ظاهرا كحريق أو سيل أو نهب في تلك الناحية فالقول الأول أنه يقبل قول الوكيل مع يمينه لأنه أمين وهو قول جمهور ورواية عن أحمد والقول الثاني أن على الوكيل إقامة البينة على حدوث السبب الذي يدعي أنه سبب التلف لأن إقامة البينة على أمر ظاهر غير متعذرة وهو رواية عن أحمد أيضا وهذا هو الأظهر إن شاء الله واختار الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى قال البعلي رحمه الله لكن لو قضى بغير بينه ضمن لا بحضرة الموكل قوله لكن لو قضى بغير بينه ضمن أي وإن وكله في قضاء دين فقضاه بغير بينه أي لم يشهد على إقباض الحق للغريم فأنكره الغريم ضمن الوكيل لأنه مفرط حيث لم يشهد والمفرط ضامن فللموكل الرجوع على الوكيل لأنه أذن له في قضاء يبرئه ولم يفعل وهذا مذهب أحمد والشافعي والقول الثاني أنه لا يرجع له بشيء إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل وعليه فإن صدقه الموكل في الدفع لم يرجع عليه بشيء وإن كذبه فالقول قوله الوكيل بيمينه وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد قدمها في الفروع وهو وجهه لأصحاب الشافعي لأن الوكيل ادعى فعل ما أمر به موكله فكان القول قوله كما لو أمر ببيع سيارته فادعى أنه باعها وقوله لا بحضرة الموكل أي لا انقضى الوكيل الدين بحضرة الموكل فإنه لا يضمن لأن حضور الموكل قرينة على رضا بقضاء الدين بغير بينه قال البعلي رحمه الله وتصح بكل قول يدل على الإذن قال الشارح الفوزان أي وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن في التصرف لغة أو عرفة كأن يقول الموكل الوكيل وكلتك في بيع داري أو أذنت لك في بيع سيارتي أو بيع داري أو أقمتك مقامي في بيع سيارتي ولا يتعين لفظ الوكالة وتنعقد أيضا بالكتابة الدالة على الوكالة لأن الكتابة صورة الخطاب وظاهر كلامه أن الوكالة لا تنعقد بالفعل الدال عليها وذهب القاضي إلى انعقادها بالفعل لأن المقصود أدى الدلالة على الرضا كالبيع واستظهره صاحب الفروع وقال البعلي قال البعلي رحمه الله وكل قول أو فعل يدل على القبول متراخيا وفورا قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله وكل وكل قول أو فعل يدل على القبول أي وتصح الوكالة بكل قول أو فعل يدل على قبول الوكالة من الوكيل فالقول كان يقول الوكيل قبلت القيام بذلك أو كلاما آخر والفعل بأن يقوم الوكيل بتنفيذ ما وكل به فيصح ذلك على الراجح من قولي أهل العلم لأن التنفيذ العملي للوكالة أبلغ في قبولها من اللفر ولأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه سوى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل وقوله متراخيا وفورا التراخي تأخير الفعل عن أول وقته والفور أداء الفعل في أول وقته والمعنى أنه يصح قبول الوكالة على الفور والتراخي فلو وكلوا في بيع شيء أو شراء فلاه فعل ذلك بعد شهر أو سنة لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم ولأن التوكيل إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه ويصح تعليق الوكالة بشرط يقع في المستقبل أو إضافتها إلى وقت معين نحو إذا جاء الحج فبع سيارتي أو إذا حل شهر رجب فأنت وكيل في قضاء ديوني ونحو ذلك قال البعلي رحمه الله بجعل وغيره قال الشارح فوزان الجعل بضم الجيم ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله وإنما قال جعل ولم يقل بأجره لأن الوكالة عقد جائز والمعنى أنه يجوز التوكيل بجعل معلوم واستدل الفقهاء بأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعل ويجوز بغير جعل لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي رضي الله عنه في الشراء بغير جعل كما تقدم قال البعلي رحمه الله فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا قال الشارح الفوزان أن يفعل الوكيل ما تناوله إذن الموكل لفظا أو عرفا لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي فإذا قال بيع سيارتي بعشرة آلاف فليس له أن يبيعها بأقل وإن قال بيع سيارتي لم يبيعها بعرف ولا نسيئة ولا بغير نقد البلد لأن العرف ينصرف إلى ذلك ولو باعها بثمن المثل أو بأكثر منه فالقرينة العرفية تقتضي صحة ذلك كما لو نطق به فإن باع بدون ثمن المثل مما يتغابن الناس بمثل إعادة فالمذهب صحة البيع ويضمن الوكيل النقص وفي رواية عن أحمد لا يصح البيع والقول الثالث أنه كتصرف الفضولي كما سيأتي يكون موقفا على الإيجارة ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لأن الإذن إنما حصل له على هذه الصفة عفوا القول الثالث أنه كتصرف الفضولي كما سيأتي يكون موقوفا على الإيجازة ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي لأن الإذن إنما حصل له على هذه الصفة قال البعلي رحمه الله وَلَا يُوَكِّلُ وَلَا يُوَكِّلُ فِي مَا يَتَوَلَّا مِثْلُهُ وَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَبِيعُهَا إِلَّا بِإِذْنٍ وَإِنْ اشْتَرَ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ وَقِفَ عَلَى الْإِجَازَةَ وَإِلَّا لَزِمَهُ قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله وَلَا يُوَكِّلُ فِي مَا يَتَوَلَّا مِثْلُهُ أي ليس للوكيل أن يوكل غيره في أمر يتولاه مثله لأنه معذون له في التصرف بنفسه لا بوكيله والموكل رضي برأيه وتدبيره لا برأي وكيله والناس بينهم تفاوت عظيم في الآراء وهذا مقيد بما إذا كان العمل يتولاه مثله ولم يعجز عن القيام به كله لكثرته وانتشاره فإن كان يعجز عنه جاز له التوكيل لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل في فعل جميعه كما لو أذن في التوكيل بلفظه وهذا هو المذهب أعني فيما يمكنه عمله بنفسه ويتولاه مثله ومفهومه أنه إذا وكل في عمل لا يتولاه مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس ككنس الشارع وحفر البالوعة وتنظيف الحمام ونحو ذلك فإن له أن يوكل غيره لأنه إذا كان مما له إذا كان مما له يعمله الوكيل عادة إن صرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستناب فيه وهذا وهذا كله إذا كان التوكيل مطلقا فإن قيد بالمنع من توكيل غيره لم يكن له أن يوكل وإن أذن له بالتوكيل جاز لموافقته للإذن الصادر من الموكل وقوله ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها أي ومن وكل غيره في بيع شيء أو شرائه فليس له أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع لنفسه لأن العرفة في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه التهمة وترك الاستقصاء في الثمن وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم وفي رواية عن أحمد يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في المزاد العلني أو وكل من يبيع وكان هو أحد المحترين وقوله إلا بإذن أي فإن أذن له في الشراء لنفسه جاز وكذا في شرائه من نفسه وعليه فالوكيل يتولى طرفي العقد فإن اشترى الوكيل من أقاربه ومن يعول كأصله وفرعه وزوجه ونحوهم فلا ظهر الجواز لأن دينه لأن دينه وأمانته يحملانه على العدل واختيار الأصلح لموكله وهذا الصح قولي الشافعي ورواية عن أحمد ومدار ذلك على انتفاء التهمة وليس في الكتاب والسنة مما وليس في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك وليس للمخالف دليل على قاعدة سد الذراع وهي ليست أصلا في كل شيء وإنما يأخذ نعم أحسنت وليس للمخالف دليل إلا قاعدة سد الذراع وهي ليست أصلا في كل شيء وإنما يأخذ بها عند قيام الشبهة أو التهمة فإن عرف بالعدل والأمانة وتحر الأنفع والنصحة لموكله فأي مانع يمنعه من ذلك فإن عين الموكل الثمن للوكيل جاز بيعه وشراءه من المذكورين لعدم التهمة والله أعلم وقوله وإن اشترى ما لم يأذن له فيه ووقف على الإجازة وإلا لزمه أي وإن اشترى الوكيل شيئا لم يأذن له فيه الموكل فإن الشراء صحيح ويكون موقفا على إجازة الموكل فإن أجازه صح ولزم الموكل كما لو اشترى بإذنه وإن لم يجزه لزم الوكيل لأن الشراء صدر منه ولا يلزم الموكل لأنه لم يأذن في شرائه وهذا رواية عن أحمد واستدلوا بحديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه الذي تقدم في أول الباب فإن جميع التصرفات التي قام بها من شراء شاتين وبيع إحداهما لم يذن بها النبي صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر ولكنه أمضاه بعد وقوعها فصحت والقول الثاني أن الشراء له باطل لأن الموكل لم يرضى بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه والبدل الذي وقع عوضا له خلاف مطلوبه وهذا قول الشافعية والصحيح من المذهب عند الحنابلة إذا كان الشراء بعين مال الموكل والقول الثالث أن الشراء صحيح ويكون للوكيل للموكل وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد لأن العقد يعتمد على صحة عبارة العاقد لكونه أهلا لذلك فإذا فسدت الإنابة بقي العقد على أصله وهو الصحة والأظهر أن المخالفة إذا لم يكن فيها منفع للموكل فإن الشراء يكون للوكيل أما إذا كانت المخالفة سببها البحث وراء تحقيق مصلحة أعظم للموكل فإن الشراء يكون للموكل ولا يلزم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد